بسم الله الرحمن الرحيم السلطات الثلاث في السياسة الشرعية والنظم الأخرى هذه السلطات هي السلطة الأولى السلطة التشريعية والسلطة الثانية السلطة التنفيذية والسلطة الثالثة السلطة القضائية وسنتحدث عن هذه السلطات الثلاث بشيء من التفصيل نبدأ بالسلطة الأولى وهي السلطة التشريعية والسلطة التشريعية نحتاج في هذا العنوان السلطة التشريعية أن نعرف ما يأتي 1. معنى السلطة التشريعية 2. القيود على السلطة التشريعية 3. بيان الهيئة التشريعية وأهل الاجتهاد في هذه الهيئة أولاً السلطة التشريعية أو السلطة التنظيمية ما معنى السلطة التشريعية؟ التشريع له معنيان حينما نطلق كلمة التشريع نريد بذلك أمراني الأول هو إيجاد شرع لم يكن موجوداً يعني استحداث أو ابتداء شرعاً لم يكن موجوداً وليس له أصل الثاني بيان حكم شرعي تقتضي شريعة قائمة إذن حينما نطلق كلمة التشريع فيراد به أحد هذين الأمرين إما التشريع بمعنى أنك توجد شرع جديد مبتداء لم يكن موجوداً ليس له أصل وإما التشريع النهيئة بمعنى بيان حكم شرعي تقتضي شريعة موجودة وقائمة بذلتها وقواعدها ومعانيها فالتشريع بالمعنى الأول وهو إيجاد شرع لم يكن موجود هذا المعنى في الإسلام لا يكون إلا لله وحده فالله سبحانه وتعالى هو المشرع ابتداء بما أنزل في قرآنه الكريم على رسوله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل أيضاً على رسوله من الوحي وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم على فعل فعله فهذا هو الأمر الأول المعنى الأول أن التشريع ليس إلا لله في هذا الأمر ولا يجوز ولا يصح لأحد أن يأتي بشرع غير شرع الله عز وجل فهذا المعنى الأول للتشريع لا يجوز أن نطلقه على التشريع الإسلامي بأن نقول أن التشريع الإسلامي نأتي به ابتداء وأن ليس له أصلاً موجوداً وإنما هو مبتدأ ومستحدث هذا لا ينبغي فالتشريع الإسلامي هو ما شرعه الله عز وجل لعباده وذلك فيما أنزله من القرآن العظيم على رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريراته فإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريراته إنما هي وحي من الله عز وجل هذا هو التشريع بالمعنى الأول وما جاء خلاف ذلك فلا ينظر إليه وبالتالي لا تشريع إلا لله ولا حكم إلا لله ألا له الحكم والأمر أما التشريع بالمعنى الثاني وهو بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة فهذا هو الذي تولاه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء من الصحابة رضي الله عنهم ثم من جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين ثم الأئمة الذين اجتهدوا وهؤلاء لم يشرعوا أحكاما جديدة ومبتدأة وإنما استمدوا الأحكام من النصوص ونصوص طبعا القرآن ونصوص السنة وكذلك من المقاصد الشريعة ومن القواعد العامة وذلك بالاستنباط والاستدلال وهذا من مرونة الفقه الإسلامي لأن النصوص انقطعت بالوحي بانقطاع الوحي بعد أن التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى انقطع الوحي وبالتالي النصوص انتهت لم يعود هناك وحي ينزل ولا يمكن أن تأتي نصوص جديدة لكن الوقائع من الناس متجددة فكيف نحكم فيها؟ إنما نستنبط من هذه النصوص من نصوص الكتابي ونصوص السنة ومن القواعد العامة نستنبط ما يوافق هذه الأفعال ونستطيع أن نحكم على هذه الأفعال نقول هذا حرام وهذا حلال وهذا مكروه وهذا مستحب وهذا مباح إذن هذه من خلال القواعد العامة من خلال مقاصة الشريعة من خلال النصوص العامة من الكتابي ومن السنة إذن هذا التشريع هو المقصود في السلطة التشريعية في النظام السياسي الإسلامي هو أن تبين حكم اقتضته الشريعة القائمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عن طريق الاستنباط وعن طريق الاجتهاد المعنى هذا يسمى تشريعا وإلا ليس معروفا بالتشريع عند الفقهاء المتقدمين والسابقين لم يسمى تشريعا لكن في عصرنا نحن يسمى تشريعا ولا مانع أن يسمى تشريعا لكن يسمى تشريعا لا بالمعنى الأول أننا نستحدث تشريعا جديدا ولكن بالمعنى الثاني أننا نبين حكم تقتضيه شريعة قائمة الفقهاء القدامى كانوا يسمونه استنباطا أو اجتهادا في المسائل التي كانوا يجتهدون فيها فهذا تسميات لا تضر أن نسمي تشريعا أو نسمي اجتهادا ما دام أن المعنى هو واحد القيود على السلطة التشريعية بالنظام السياسي الإسلامي الأول أن يكون في المجال الذي أول هذه القيود أن يكون الاستنباط أو التشريع إن جاز أن نسميه تشريع أن يكون في المجال الذي يصح فيه الاستنباط أو يصح فيه التشريع ومن ذلك التشريعات التنفيذية التي يقصد بها ضمان تنفيذ نصوص الشرع مثل بيان القطع في يد السارق الآية نصت على قطع يد السارق في قول الله عز وجل والسارق هو السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله واليد في اللغة العربية تطلق من أطراف الأصابع إلى الكتف هذه تسمى يد فهل نقطع اليد من الكتف أم ننفذ النصوص الشرعية المتكاملة القرآن في هذا جاء عاما والسنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت مكان القطع فهذا الاجتهاد في بيان محل القطع بالنظر في النصوص العامة والنصوص الخاصة هذا يسمى تشريع أو يسمى اجتهاد فهذا مجال هذا مجال أن نبين اليد التي تقطع واليد التي تقطع من الرسق يعني الكف تقطع فقط من الرسق وذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأمر الثاني من المجال الذي يصح فيه التشريع والاجتهاد التشريعات التنظيمية التي يقصد بها تنظيم العمل أو تنظيم الجماعة أو إيجاد طريقة لتقاضي الناس بشكل لا يؤثر على مبادئ الشريعة ومثل ذلك مثل تنظيم القضاء في تقديم القضية وتحويلها إلى القاضي وإيجاد نظام المرافعات في النظام القضاء هذه كلها تشريعات تنظيمية يقصد بها تنظيم القضاء وتنظيم التقاضي ولا تمس بالأحكام التشريعية أو تخالف النصوص والقواعد العامة كذلك مثل إيجاد تنظيمات مثل تنظيم المرور مثلا هذا ينظم كيفية انتلاك المركبة كيفية السيركيف الوقوف الأماكن المخصصة للوقوف تحديد السرعة إلى غير ذلك مما يقصد به تنظيم الجماعة وحمايتها وسد حاجاتها على أساس عدم مخالفة الشرع فإذن هذا مجال من مجال الذي يصح فيه الاجتهاد والتشريع أيضا من القيود على السلطة التشريعية في النظام السياسي الإسلامي أن يكون هذا التشريع متفقا مع مبادئ الشريعة وقواعدها فإن كان مخالفا للقواعد أو للنصوص فهذا باطلا ولا ينظر إليه ولا ينفذ ولا أحد يعمل به لأنه مخالف للنصوص والمبادئ والقواعد العامة للشريعة الإسلامية أيضا القيد الثالث لا يتصادم أيضا هذا التشريع ولا يتناقض مع الأدلة التفصيلية الثابتة وذكرنا أمثلة قبل ذلك مثل ألا يناقض مثلا دليلا ثبت مثلا على تحريم الزنا فلا يأتي أحد ويحاول أن يشرع مثل هذه الأعمال المحرمة قطعا أو شرب الخامر أو الأمور التي عرفت من الدين بحرمتها من الدين بالضرورة وعليها أدلة تفصيلية فإذا تصادم وناقض هذه الأحكام المعروفة فهذا التشريع أو هذا الاجتهاد لا يعتد به ويعتبر باطلا آخر شيء في هذه السلطة التشريعية في النظام السياسي الإسلامي هي الهيئة التي تجتهد أو تشرع في هذه المسائل الذي يتولى التشريع أو الاجتهاد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد انقضاء العهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم هم المستهدون وأهل الفتية الذين توفرت فيهم أهلية الاجتهاد ولا يعني هنا الاجتهاد المطلق ولكن قد يكون الاجتهاد في جوانب دون جوانب أخرى وهؤلاء المجتهدون وهؤلاء المفتون ينظرون في الأحكام ويعرفون الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص والمجمل والمبين إلى غير ذلك مما يعرفونه من الأحكام والتعارض الأدلة وكيف يستطيعون أن يزيلوا هذا التعارض إذن هؤلاء هم أهل الفتية وأهل الاجتهاد وهم أيضا قصدوا بقوله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا رسول وأولي الأمر منكم فذكر أهل التفسير أن من أولي الأمر هنا هم العلماء والفقهاء أيضا أهل الحل والعقد وهم دائرة أوسع من المفتين والمجتهدون في مجال الأحكام الشرعية أهل الحل والعقد دائرتهم أوسع فتشمل أصحاب الإختصاصات الأخرى التي لها علاقة بإصدار الأحكام والتي يعتمد عليها في إصدار حكمنا مثل في السلم والحرب في الزراعة في التجارة في الطب في السياسة وغير ذلك من الأمور ففي هذه التخصصات يبني العلماء على هذه التخصصات الأحكام الاجتهادية فهم يسمعون قول الخبراء المختصون يهتمون بهذه الأراء ما توصل إليه العلم يبنون على ذلك الفتية ويبنون على ذلك الاجتهاد في الأحكام التي ميرد فيها نص واضح فمثلا الاجتهاد في بيان حكم معاملة من المعاملات المالية المعاصرة لابد أن يكون هناك بيان نوع هذه المعاملة وطبيعتها وشروطها وكيف ما هي المحاذير التي لو عمل بها وما هي الإيجابيات وما هي السلبيات ويمكن أيضا أنه من خلال هذه المعاملة وضع قيود وشروط تجعلها مباحة فهذا متروك لأهل الحل والعقد بعمومهم ويدخلوا في أهل الحل والعقد هنا دخولا أوليا هم أهل الفتية وأهل الاجتهاد فهم يدخلون من دائرة أهل الحل والعقد دخولا أوليا هذا والله أعلم وأحكم ترجمة نانسي قنقر